الساعات وإحنا مقبلين على نهاية اليوم دايما الإقبال بيزيد وبكرة كمان من المتوقع أنه برضو يكون فيه إقبال أكتر نظرا أنه فيه يوم أو نص يوم أجازة القرار اللي خده مجلس الوزراء في المرحلة الأولى وبالتأكيد طبعا ها يطبق في المرحلة الثانية علشان نتابع مع حضراتكم فعليات اليوم النهاردة فيه أكتر من غرفة عمليات مشكلة لمتابعة فعليات اليوم إذا كنا بنتكلم على غرفة عمليات مجلس الوزراء أو غرفة عمليات نادي القضاء غرف العمليات في كل محافظة على أحدا هنبتدي مع حضراتكم أو كمان المجلس القومي الحل الإنسان لأنه يكون معانا برضو تغطية وبس مباشر من داخل غرفة عمليات المجلس القومي الحل الإنسان نشوف إزاي تابعوا اليوم المجلس القومي من ضمن المنظمات اللي بتشرف وتتابع العملية الانتخابية عندنا طبعا عدد كبير من سفارات الدول الأجنبية بالصحفيين والمراسلين لوكلات أنباء أجنبية متواجدين في المشهد بالإضافة لعدد كبير من المنظمات الحكومية منظمات المدنية وأيضا المنظمات العالمية تحديدا بنتكلم على حوالي 80 منظمة بتراقب فعاليات اليوم بنقول لحضراتكم هنحاول طبعا هيكون معانا تغطية مباشرة من داخل أكتر من غرفة عمليات علشان نشوف إزاي متابعين اليوم لكن بكل المقاييس إذا كان فيه أوجه تشابهما بين المرحلة الأولى والمرحلة التانية فهتكون في التنظيم في الإجراءات الأمنية اللي تم اتخاذها على أعلى مستوى والحمد لله ما سمعناش عن أي مشاكل أي مشدات أي أعمال عنف ده طبعا لأن التأمين مهمة مشتركة من خلال وزارة الداخلية وبالتعاون مع القوات المسلحة غير كده كمان إذا كنا بنتكلم على انتظام السادة القضاء ووصولهم للجان اللي بيتولوا الإشراف عليها في محافظات المرحلة التانية نقدر نقول إنه بشكل كبير بنسبة 99% يعني أو بقلاش عشان 99% دي من بيبقى يعني نسبة ما بنحبش قوي نفتكرها لكن الحمد لله السادة القضاء وصلوا ليه لجانهم يعني فيه عدد محدود من اللجان اللي تأخرت في فتح أبوابها ويمكن أشار ليه ده المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات من خلال مؤتمر صحفي عمله النهاردة وقال إنه بالفعل وصلت له عدد من الشكاوى بخصوص التأخير وتواصل مع غرفة عمليات نادي القضاء علشان يحلوا الموقف ده وإنه يعوضوا كمان الناخبين المدة اللي تأخروا في فتح اللي جان فيها هيتم تعودها بمد التصويت بنفس المدة الممثلة اللي حصل فيها التأخير فيه برضو بعض المشاهد بيجانا بحاول أجمل لحضراتكم كده اللي تقال النهاردة وما تم رصده حتى اللحظة الدعاية الانتخابية مازالت برضو في بعض التجاوزات بعض اللافتات اللي بتكون معلقة واللافت للنظر كمان إنها في محيط اللجان وأشار لده برضو المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات قال إن احنا رصدنا وهيتم التعامل مع هذا الأمر وإنه الموضوع ده مسؤولية اللجنة العليا بالأساس مش مسؤولية المحليات ولا المحافظات وإنه تم بالفعل التعامل مع هذا الأمر وناشد إن أي جهة يكون عندها ملاحظات أو مخالفات يعني يبعثوها للجنة علشان يتعاملوا مع المسألة بسرعة وفيه برضو نقطة مهمة تم استحداثها المراتي وإحنا إذا كنا بنتكلم على إن فيه دعاية في محيط بعض اللجان فقيل إنه لأول مرة يبقى فيه قادي بيشرف كمان في محيط اللجنة فيه قادي عندنا داخل اللجان لكن فيه قادي آخر بيتفقد محيط اللجنة عشان لو كان فيه أي تجاوزات أو أي مشاكل يتم التعامل معها وإبلاغ القادي بالداخل ترجمة نانسي قنقر